اهلا بكم لما شعر يعقوب عليه السلام بدنو الأجل وحضر الموت جمع أبنائه وأحفاده وقال لهم ماذا تعبدون من بعدي أجابوا على الفور نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون في اللحظة دي كان يراود سيدنا يعقوب عليه السلام أمر جلل أمر عقيدة أبنائه وأحفاده سيدنا يعقوب عليه السلام كان عنده بصيرة وبعد نظر من أيام سيدنا يوسف لما قال إني لأجد ريحة يوسف هي نفسها البصيرة اللي خوفته على أحفاد بني إسرائيل من الشرك بالله عز وجل والحمد لله ظلت عقيدة التوحيد عند بني إسرائيل في الجيل الأول والثاني والثالث لكن المشكلة الحقيقية بدأت بعد وفاة سيدنا يوسف عليه السلام أجيال من بني إسرائيل لم ترى نبي أجيال من بني إسرائيل عانت من الذل والاستعباد في مصر لغاية لما جي سيدنا موسى عليه السلام وعلى رأي المثل اللي بيقول من عاشر الجوم أربعين يوم صار منهم الحقيقة إن بني إسرائيل عشر المصريين لأكتر من ربمائة سنة وأكيد تأثروا بحياة قدماء المصريين بعادتهم وتقالدهم وعبادتهم لآلهة متفرقة وزي ما حضراتكم عارفين إن قدماء المصريين كان عندهم العديد من الآلهة من وسطهم الإله أبيس تمثال على صورة عجل وكان بيمثل عند المصريين إله الخصوبة والحمد لله بعد نجات بني إسرائيل من آل فرعون وأعبرهم البح كانت طبيعي إنهم يؤمنوا بالله عز وجل لكن حصل شيء غريب وفي رحلتهم في سينة مر بني إسرائيل على قوم يعبدون آلهة وأصناما فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة حاجة غريبة جدا وهو ده اللي كان خايف منه سيدنا عقوب عليه السلام عقيدة بني إسرائيل اللي تلوثت فأنظرهم سيدنا موسى عليه السلام وزجرهم وقال لهم إنكم قوم تجهلون جزاكم الله خيرا